مع كل احترامي لمنتخب الصومال واخوتنا في الصومال واضح جدا ان منتخب الصومال نزل المباراة وكان مرعوب وخايف جدا من الجزائر لعبت الصومال في بداية المباراة ركبها كانت بتخبط وكانت خايفة من المباراة وخايفة من لعبت الجزائر وانا عذرهم بصراحة انما منتخب الجزائر ومدربه جمال بالماضي وجماهير الجزائر كانوا عارفين هم عايزين ايه من المباراة وخادوا الى هم عايزينه من المباراة السلام عليكم ورحمة الله في البداية بنقول مبروك لمنتخب الجزائر وهارد لك لمنتخب الصومال النهاردة منتخب الجزائر وجمال بالماضي بيفكروا ان احنا عندنا جولتين المدرب لما بيكون جولتين في توقيت بسيط دايما بيربط المباراتين ببعض منتخب الجزائر هيلاعب الصومال وبعد 3 أيام على طول هيلاعب بوزنبيك وخارج الضيار وبالتالي جمال بالماضي عايز يفوز أمام الصومال بأقل مجهود بدون إرهاق بدون إصابات غلة تهديفية أيضا شباك نظيفة وسلاس نقاط يعني بأقل مجهود عايز يفوز ويطلع بالمباراة لبر الأمان لأن عنده مباراة قريب جدا جدا وخارج الضيار مع موزنبيك وده اللي شفناه أول ما بدأت المباراة منتخب الصومال خايف جدا مرتبط جدا منتخب الجزائر بيدعم بدعم جماهيره وبيضغط منذ بداية المباراة وبالفعل بيحرز الهدف الأول مبكرا جدا 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 وبيخلص المباراة كلينيكيا منذ الدقيقة الأولى أقول لك جمال بالماضي وربطه ما بين المبارتين موزنبيك والصومال بدأ بتشكيله النهاردة مندرية في حراسة المرمى ياسر العروسي في الباك ليفت أو الزهير الأيصر ويوسف عطال في الباك يمين أو الزهير الأيمن اتنين محاور دفاع عيسى مندي ومحمد الأمين توجاي قدامهم ثلاثة زروقي وفارس شيبي وحسام عوار والسلاسي هجومي رياض محرز وبغداد بنجاح وأمين جويري تشكيله هجومية تشكيله بتقولك أنه عايز يخلص المباراة بدري بدري عايز يفوز بالمباراة بدري 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 بدون إصابات بدون إرهاق بدون أي شيء يضره في المباراة اللي جاية ضد موزنبيك النهاردة منتخب الجزائر من الديئة الأولى أعلن سلاح وأعلن رسالة واضحة لمنتخب الصومال أنه ليس مكان ولا يوجد مكان اليوم للمفاجآت وبالفعل كان فوز لمنتخب الجزائر طبعا عايزين نشكر في البداية جمهور الجزائر اللي حضر بكسافة النهاردة يشجع فرقته ويدعم فرقته ويتفرج ويتابع نجوم المنتخب الجزائري في بعض المباراة وبعض المنتخبات لما تكون المباراة سهلة على الورق الجمهور ما بيحضرش بكسافة لكن المنتخب الجزائري بصراحة وشهادة حق بيحضر لكل المنتخبات الجزائرية في أي فئة وفي أي بطولة مهما كان المنافس وبالتالي وجب تحية وشكر كل الجمهور اللي حضرت النهاردة في ملعب نيلسون مندلة امتلأ الملعب عن آخره ضد منتخب الصومال لتشجيع المنتخب الجزائري في بداية رحلته للتأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه وبالتالي لازم نشكر الجمهور دي اللي بتدعم منتخب الجزائر في كل وقت مجموعة منتخب الجزائر لو جيت تبص عليها اللي طبعا في تصفيات كأس العالم عن كارة فريقيا هنلاقي الجزائر والصومال وبتسوانا موزمبيك اوغاندا وغينيا دي مجموعة الجزائر هيبتدي مع الصومال وفاز على الصومال الشقيق بعد كده هيروح على منتخب موزمبيك زي ما قلتلك فارس شيبي ورياض محرز ويوسف عطال كانوا عاملين جبهة يمنى خطيرة جدا جدا في الشوط الأول خاصة وبدأت المباراة بتفوق للمنتخب الجزائري وكرة اوفرلاب رياض محرز وفارس شيبي يحرز فارس شيبي الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة اتنين بعد الهدف لحد دقيقة 15 منتخب الصومال زي ما قلتلك كان خايف جدا فحاول يوقف اللعب حاول يهد اللعب يمنع اللعب مش عايز يلعب اللعيبة بتوع اللعيبة بتوقف الكرة لحد دقيقة 15 بعد كده منتخب الصومال شفنا له صحوة وكرة في العرضة وتصويبة شالها مندرية وبدأ منتخب الصومال يخش في اللقاء ويخش في الجيم وبدأ ياخد الصقة لما عد ربع ساعة والنتيجة واحد مقابل لشي وبالفعل جاء له كرتين خطرين جدا كرة شالها مندرية وكرة جات في العرضة يوسف عطال بيطلعها وجات في القائم ولكن بغداد بنجاح على طول في الدقيقة 30 بيحرز الهدف الثاني عن طريق عرضية يوسف عطال وبغداد بنجاح عطير فيرستايم بيحرز الهدف الثاني وتصبح النتيجة اتنين مقابل لشي بعدها يوسف عطال بيسدد كرة بتيجي في القائم بعدها منتخب الجزائر بيحافظ على المباراة وينتهي الشوط الاول اتنين مقابل لشي الشوط الثاني بقى جمال بالماضي يحاول ان هو يجرب بعض اللاعبين المتواجدين على الدكة زي يعني كانت الدكة مليئة وعامرة باللاعبين سليماني وعمورة وفي جولي وبن طالب وبن سبعيني يعني لاعبين مهمين جدا 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 وجمال بالماضي بدأ يفكر في مباراة موزمبيك والتشكيلة المناسبة لمباراة موزمبيك فوز كبير لمنتخب الجزائر النهاردة وحقق المطلوب ثلاث نقاط غالية جدا في بداية المشوار والتأهل الى كأس العالم 2026 بنبركله من قناتنا قناة كريم الهندوي للفوز الكبير وهارض لك لاخواتنا في الصومال كل التوفيير للمنتخبات العربية العشرة المشاركة في التصفيات اكتب رأيك في التعليقات لا تنسى لايك للفيديو اشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر